والله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهديهد سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ موضوع درس هذا اليوم السعيد دور العلماء في تدبير الإرث النبوي انطلاقاً مما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء رواه أبو داود والترمذي واللفظ له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين مولاي أمير المؤمنين تميزت هذه السنة في جانب رعايتكم للشؤون الإسلامية بتدابير مؤسسة من أبرزها ترأسكم لانطلاق أعمال المجلس العلمي الأعلى بحضور عدد من أفاضل علماء الأمة وقد واكبت هذا الأحدث وأعقبته من لدن المتتبعين تعليقات تفاوتت في فهم مغزاه لذلك قصدنا في هذا الدرس بعد إذنكم الشريف إلى ذكر بعض التأصيلات التاريخية لمشروعكم في تجديد تدبير شأن الديني وفي مركز دائرة هذا التجديد نجد طبقة العلماء عسى أن نسهم بحديثنا عنهم في التعريف بأصل مشيخة العلم في الإسلام ودورها في بناء علمه وقيامه وبما كان لها من أحوال سنية في تاريخ المملكة المغربية خاصة ونحسب أن دواعي تناول هذا الموضوع عديدة منها أولاً ارتباط فهم عامة الناس للدين بتفاسير العلماء مع ما لذلك من خطورة ولاسي ما في هذا العصر ثانياً ما يقتضيه المنطق السليم من أن يكون لكل فن متخصصون معروفة حدود خطتهم فيه ثالثاً أن علماء الدين كما يتصورهم عامة الناس ليسوا مجرد حاملين لمعارف مكتسبة بل هم إلى جانب ذلك لا بد أن يتصفوا بثمرات تلك المعارف حتى يكونوا ناطقين عن مصدرها رابعاً أن قضايا الدين يخوض فيها اليوم أصناف من المتدخلين من مواقع متعددة منها التعليم والسياسة والصحافة والبحث وكلهم ينعم في بحبوحة حرية التعبير فلزم أن يفهم في هذا الصدد أن كلام العلماء في الدين له مرتبة خاصة ومقام متميز يحمل عليه خامساً أن عنايتكم يا أمير المؤمنين بالعلماء جذيرة بأن يعرف بها في الداخل والخارج لأنها ابتكار يندرج في سيرورة الملاءمة بين المؤسسات المؤطرة لتدبير الشأن العام وعلى السنة المرعية في تأسيس الدرس الحسني اخترنا حديثاً أخرجه الترمدي وابن ماجه وأسنداه بطرق مختلفة إلى أبي الدرداء جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البضر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء ليورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إن مجلسكم يا مولاي مجلس يغتنم الوقت فيه للتركيز على المعاني فلا نتوقف الحالة هذه عند جوانب صناعية تتعلق بما أورده المختصون في مناقشة سند هذا الحديد أو في أنواع المجازات التي يتضمنها فذلك متوفر في عديد من المضان وإنما نقتصر على ما يفي بمقصودنا من الحديد وهو شرح قوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثت الأنبياء ويقتضي بسط الموضوع حول هذا القول الشريف تدريجه عبر المراحل الآتية ذكر المورثين وهم الأنبياء عليهم السلام ذكر العلم النبوي الذي هو إرتهم ذكر تداول العلماء هذا الإرت في أوائل الإسلام ذكر حظ علماء المغرب في القيام برعاية العلم النبوي على امتداد التاريخ وأخيرا ذكر ما يمكن أن يكون عليه تصور حمل أمانة العلم النبوي في أحوالنا الحاضرة والمستقبلية فنقول وعلى الله التكلان إن خبر الأنبياء عليهم السلام مبسوط في القرآن في صور حيوية تجمع بين سام البيان ورائق الجمال يتأتى من قراءتها وتدبرها استنبات ملامح دعوتهم وآفاق طربيتهم ومع مراعاة الفارق بين الأنبياء المهديين بالوحي أو بالإلهام الأخيار المقربين المخلصين لرب العالمين المحفوظين بالعصمة مع مراعاة علو درجاتهم وشمائلهم التي لا ينال شأوها ولا يرام أفقها مع مراعاة هذا الفارق بينهم وبين العلماء وهو أشبه بفارق الذات مع ظلها فإن قول الله تعالى في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثيرا يطمع سائر المقتدين وعلى رأسهم العلماء بأن يتشوفوا إلى الاستمداد من سني تلك المدارج فوجب في مقامنا هذا وضع السؤال لمعرفة أهم ما في برنامج الأنبياء المنصوب دستورا للعلماء إن تقديم هذا البرنامج للشباب يتطلب صياغة فكرية يتم عرضها بأسلوب واضح مناسب ومن هذا القبيل نقترح استعمالا مصطلح مشروع الأنبياء عند الكلام عن هذا البرنامج لأن ما جاء من أجله عليهم السلام وإن اكتمل وحيا لم يكتمل بعد تحقيقا إذ هو متصل بفيض الله وإنعامه وتنزل كلماته التي لا تنفد وتوالي عطائه الذي لا يحجر على الأزمان لا على الأزمان ولا على الأكوان وإذا سمينا مجازا هذه المهمة مشروعا بحثنا عن قضيتها المركزية أو قضيته المركزية القضية التي تتفرع عن القضايا الأخرى فنجدها واضحة جلية في القرآن الكريم إنها توحيد الله الذي هو السعي إلى معرفته التوحيد دعوة وتحقيقا وصلة بالله ومنبعا للسلوك قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وبنفس المضمون توالت دعوة سائر الأنبياء إلى أن قال سبحانه وتعالى لخاتم أنبيائه ورسله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مولاي أمير المؤمنين إن الآيات المتعلقة بدعوة الأنبياء إلى التوحيد تشغل حيزا كبيرا من متن القرآن الكريم فهي بحق عموده الفقري إن صح مثل هذا التعبير ولو فهمت تلك الآيات على أنها أخبار نضال الأنبياء مع مكذبيهم من أقوامهم أراد بها الله في القرآن تأييد حجة خاتم أنبيائه أمام قومه من العرب لكان جدواها التاريخ قد انتهى بالفتح الذي تحقق لهذا النبي الأمين ولو قيل إن الله أراد بها ذكر خبر أقوام كانوا من الانحطات الذهني بحيث كانوا يتوجهون بالعبادة لأجرام الطبيعة أو لمصنوعات أيديهم من تماثيل لكان جدواها التاريخ كذلك قد انتهى بتأهيل البشر لاستعمالات عقلية أرقى في باب التجريد علماً بأن أمم الأنبياء من الأشوريين والكلدانيين والكنعانيين والفراعنة كانت أمم حضارة ومعارف وفهم راقية في أمور الحياة وتصور الممات فلا يبقى إلا أن نذهب إلى القول بأن دعوة التوحيد منهجية خالدة لتغيير أوضاع مختلة فاسدة فلو استجابت أمة لدعوة التوحيد ولو أخذت بأسلوب طربيته لترتب عن ذلك إعادة جدرية لترتيب العلائق السياسية والاجتماعية والفكرية داخلها لتنقلب معها رأساً على عقب مصالح أقوام فاسدين وهم في كل عصر من الرهد الذين تولوا معاندة الأنبياء وتكديبهم توجساً من عواقب التغيير إن رفض التغيير المقترن بالتوحيد كان ياتي من المطرفين أي الأغنياء الذين اكتسبوا الدنيا باستغلال أوضاع اجتماعية فيها ظلم وقلة إنصاف وذلك ما يفهم قول الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومن دواعي الفهم التاريخي القاصر لمعنى التوحيد الظن بأن المراد به هو الله سبحانه الله الغني عن العالمين فالقرآن مقصود به البشر والتوحيد مقصود به البشر لأنه العنصر الذي يلتقي بجوهر فطرتهم السوية وهو يبدأ عند الإقرار باللسان أن لا إله إلا الله ولا تنتهي كمالاته الطربوية أبدا وهو الأساس في كل مهمات الأنبياء قال تعالى عن هذه المهمات هو الذي بعث في لميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فالتوحيد نفي وإثبات لا إله إلا الله فعندما تنفي الآلهة الأخرى وتثبت وجود الله الواحد يترتب عن ذلك الإثبات مقتضيات تجعل فكرة التوحيد الفكرة الإيجابية بامتياز وأعظم ما تتجلى في هذه الإيجابية الحرية المتولدة عن التوحيد حرية تنال باستقلال النفس عن الهوى المقترن دوما في القرآن بالضلال الضلال المقترن دوما في القرآن بما يفيد الاستلاب فهي تحرر من الطبيعة ومن الأشياء التي تملك الإنسان بقدر ما يظن أنه يملكها أو يسعى إلى تملكها تحرر من استعباد الإنسان لأخيه مقابل أوهام فانية تحرر إزاء النفس بصرامة جمالية لا تتولد إلا عن درجة عالية من التجرد مستمدة من ذلك التجرد الذي حاج به الأنبياء أقوامهم في مثل قوله تعالى على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب فكلهم قال لقومه بعبارة القرآن فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر لنجري إلا على رب العالمين وإذا كان التوحيد هو القضية المركزية في مهمة الأنبياء عليهم السلام فإن القضية الأولى المشتقة منها هي قضية العدل فكل أنواع ظلم النفس وظلم الغير وظلم الطبيعة إنما هي آتية من نسيان الإنسان مسؤوليته على الأرض بالاستسلام للغفلة عن الخالق أي بوقوع خلل في التوحيد المرادف لليقضة الدائمة قال الله تعالى للنبيه الأمين فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقلامنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وجاء في موعظة لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن تاريخ البشرية هو تاريخ التطلع فلسفيا وسياسيا واجتماعيا إلى تحقيق العدل بين الناس وقد حصل الناس من هذا المبتغى عبر الأزمان على مقادير متفاوتة بأساليب وكيفيات ولكن العدل المذكور في سياق مهمة الأنبياء مرتبط بمضمون التوحيد والتوحيد ليس مجرد مفهوم وفكرة بل هو كما بسطه القرآن حياة حياة جمع المشتت في نفس الإنسان ورأب المتصدع من إنائه بدعوته إلى الحرص على استحضار منبع فطرته ومعدن سكينته ولما كان من حكمة الله أن الحقوق والواجبات الوالدة بها الشرع لا تحفظ بوازع الوحي وحده فإنه سبحانه وتعالى مكن لبعض الأنبياء في الأرض وجعلهم ملوكا فقاموا بالوظيفتين معا وظيفة التشريع ووظيفة التنفيذ وحاول بعضهم الآخرون إقناع حكام عصرهم بالانضمام إلى دعوته وتطبيق شريعته ولكن إرتى الأنبياء بما هو علم كما في الحديث المبني عليه الدرس لا يشمل في حق العلماء جانب مباشرة التنفيذ بالضرورة إنما هم مطالبون بالتبليغ والتعليم والتربية ومما يستفاد منه ذلك قوله سبحانه وتعالى للنبي الخاتم عليه السلام فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إن مهمة العلماء بعد الأنبياء هي مهمة التبليغ تبليغ مصحوب بطربية تؤهل لتطبيق المضمون المبلغ فالأنبياء عليهم السلام مربون ولا يمكن أن يكون العلماء إلا مربين بالمقال والاشتغال والحال تبليغ يتحمل العلماء تبعته وأمام أعينهم نمادج النبوة وأخلاقها من لين وطيب وتأليف وتبشير وتيسير وصبر ويقين وشكر وعزم وتصديق وقوة إيمان كيف لا وفي الأنبياء من كلم الله أراد الله أن يكون الأنبياء ذرية بعضها من بعض ينظم موكبهم مشروع تأهيل البشرية ببناء مرحلي لحياة مبنية على التوحيد بإسقاطاته شاملة على الحياة وبذلك يجوز استعارة وصف عصري لسلك الأنبياء هو وصف المؤسسة فالأنبياء مؤسسة كما أن الملوك مؤسسة والعلماء مؤسسة فالمؤسسة بحكم غايتها هي تنظيم حياة الجماعة حسب نموذج معلن متوافق ومن جملة ما يقوي هذه الصفة في حق الأنبياء أن عملهم نضال لتنزيل الفكر على الواقع وهذا من سمات المؤسسة في تعريفها الفلسفي الحديد وما أجمل التعبير عن الجانب البنيوي في هذه المؤسسة مصورا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمله وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يعجبون ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين بوفاة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ختمت النبوات والرسالات ووضعت أمام أمته الإسلامية قضية الإرت والوارتين أما الإرت فقد بينه في حديثه الشريف حيث قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كطاب الله وسنتي وإذا أمعنا في مبلول هذا الحديث وجدنا أن الكتاب والسنة قد تحول في عهده صلى الله عليه وسلم إلى دولة ومجتمع وأمة وقد ضمن خلفائه الراشدون استمرار هذا الإرت وعززوه بالتوسيع والترسيخ فقهاً وتدبيراً فللإرت بعد خاتم الأنبياء جانبان جانب ترجمة الكتاب والسنة الواقع المعيش وهو جانب سياسي دخلت فيه الدولة والأمة والمجتمع إلى معترك التاريخ وجانب علمي مرجعي هو الكتاب والسنة مرجعاً ومضموناً وتوجيها وواضح من الحديث الذي نحن بصدده أن الشق الراجع للاختصاص العلماء هو جانب علم الكتاب والسنة من جهة التبليغ أما جهة التطبيق فتمتل الجانب السياسي المتعلق بتدبير شؤون الدولة والمجتمع والأمة فهو راجع إلى أولي الأمر من الحكام ولاش كأن الجمع بين الجانبين متأصل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي لا يقاس عليه في ذلك ولاش كأن استمرار الجمع الذي وقع في هذه القلفاء الراشدين رضوان الله عنهم كان تدبيراً راقبه العلماء من الصحابة وشاركوا بالرأي فيه من هذا الواقع الذي استدعى التخصص خرج علماء الإسلام وبين أيديهم الكتاب والسنة كانوا يعبرون عن تصورهم لما ينبغي أن تسير عليه الأمور بحماسة ومثالية قد لا تتوافق في بعض الأحيان مع ما في الكتاب والسنة من واقعية تاريخية لا مزيد على بلاغتها إن تغلب التصور المثالي عند بعض العلماء قد يكون بسبب الصدمة التي نجمت عن مسألة التحكيم في أواخر عدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تلك الأزمة السياسية التي سميت بالفتنة الكبرى هذه الفتنة التي تأتر بها المسلمون وتصدعت بها جماعتهم وخيمت ضلالها على فكرة عدد من العلماء فيما بعد ومنها خرجت الفرق كالأحزاب ذات الآراء في شرح القضايا الدينية شرحاً سياسيا وبالرغم من كون التيار الغالب وهو تيار المذهب السني قد عمل على تجنب مناقشة وقائع تلك الفتنة وعلى مواصلة السير ما أمكن بالجنوح إلى واقعية مجدية في حفظ رسوم الإرث وقدرين من مضمونه بالرغم من تمسك بهذه الحكمة فإن شعوراً سلبياً تنامى عند بعض العلماء ومؤداه التحفظ من الحكم وأصحابه نتيجة ما أصاب الله شعور الجماعي من الاستضامة بتلك الوقائة الأولى إن هذا التحفظ شعور غريب عن فكرة التيار السني وإنما يلتقي مع عقيدة متطرفي بعض الفرق من غير السنة ممن ذهب فيها من ذهب إلى حد القول بأن الدولة لا ضرورة شرعية لوجودها أصلاً إن علماء السنة كانوا شديدي الوعي بمسؤوليتهم وقد جعلوا عقيدتهم السياسية القول بأن الملك والدينة وأمان لا تأطراً بعهدئاً وشروان وحكمة الفرس في السياسة كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين بل استلهاماً من قصص الأنبياء ومن النموذج المحمدي المتكامل وبلغ الأمر بهؤلاء العلماء إلى حد أنهم فضلوا وجود الدولة المستبدة على غياب الدولة أصلاً ولذلك انصرف العلماء في القرون الأولى إلى ما هو أهم في نظرهم ألا وهو بناء الفقه ورعاية النماذج الشخصية الضرورية لتمثيل القيام الواردة في الأصلين فابتكروا علم أصول الدين وعلم أصول الفقه ونظم اجتهاداتهم الفقه في أربعة مداهب توزعت خريطتها على بلدان المسلمين ودخلت الرحلة لإخذ العلم في تقاليدهم وصنعوا لمشيخة العلم قواعد ولإخذه أسانيداً مبنية على معايير الضبط من جهة ومعايير المروءة من جهة أخرى ومن حيث يعتبر العلماء رواة ومفسرين للمعارف الدينية فإنهم ينظر إليهم إلى جانب ذلك على أنهم حماة للعقيدة والشريعة ومن تمتا فإن الارتباط بالإراتة النبوية قد جعلهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم جماعة متميزة تعبر عن صوت الناس في غياب أي مؤسسة معبرة أخرى وقد كانوا كالإطار المتين لسلطة معنوية دائمة موازية للأسر الحاكمة المتعاقبة في تاريخ الإسلام إن المتسائل عن مصير الإرت النبوي على أيدي العلماء في القرون الخمسة الأولى للإسلام يجد أن هذه الطائفة المباركة قد حفظت العهد ووفت بما بدلت من جهد وقدمت من تضحيات في سبيل نقل العلم الدين وتبليغه وتصنيفه لكن الخرق قد تسعى عليها في أمرين اثنين الأمر الأول أمر حسن استثمار نسقية فهم التوحيد على اعتباره المعنى الطربوي الذي جاء ليرقي الإنسان باستمرار لا لمجرد صرفه عن عبادة الإصنام القديمة والأمر الثاني ربط التوحيد بالعدل والحرية وإمكان حل مشكلة علاقة الحاكمين بالمحكومين حلا تقنيا ناجعة فبعد أن كان التوحيد مفتاح التغيير في عهود الأنبياء صار مجرد موضوع عقائد كلامية دون أي أطر طربوي على الشخص الفرد وعلى الجماعة وكأن كل الأصنام قد ول عهدها من يوم فتح مكة ومن حسن الحظ أن جماعة من المسلمين هم الصوفية ولم يكنوا كلهم من العلماء الاستلاحيين قد بنوا طريقتهم الطربوي على استثمار فكرة التوحيد وإن كان قد سلط عليهم سيف التبديع ولم يكن بسبب ذلك التضييق الآثر المرجو لحركتهم ولقد اهتم هؤلاء بتحطيم أصنام النفس الإنسانية وتطهير النفوس من الاستعلاء والاستغناء المؤدي الطغيان فمنطلق فكرتهم أن على كل واحد من المؤمنين أن يجاهد نفسه حتى يتم له الفتح الباطني بتحطيم أصنام النفس فقد اضطلع به الحكام وقد كان للعلماء زاءهم ثلاثة مواقف أولا موقف المتعاون الناصح بدافع الحرص على الإمامة الشرعية مهما كان سلوكها بغية تجنب الفتنة ثانيا موقف المعتزل النابد المشتغل بقويصة نفسه من باب الخوف أو العجز أو الاحتجاج ثالثا موقف المعارض المبدئي أو المعارض المساوم على مكانة في مؤسسة الدولة التهليمية أو القضائية أو غيرها ومن الرزايا التي أصيبت بها الأمة أن طائفة عريضة من المنتسبين إلى علم الدين في نظر الناس قد مالوا إلى الحرفية في الفهم والجفاف في الملامسة وابتعدوا عن تواضع الأنبياء ولينهم واركزوا في الدين على صوره الخارجية دون أن تسندها عواطف روحانية بل يهتموا بتعزيز مكانتهم المادية في المجتمع ولو بتملقهم الناس بدل مصارحتهم بالحقائق لم يهتم هؤلاء السلبيون وهم لحصن الحظ قلة قليلة بالانزياحات التي وقعت في موضوع أدب حمل العلم النبوي بل حرصوا على انتقاد سلوك العلماء الذين تحملوا مسؤوليتهم في التعامل مع الدولة لصالح الأمة والواقع أن هذا التعامل صحبه كثير من الاحتياط فبعض العلماء تعاون مع الحكام عن عقيدة مفادها أن نطبيق الشرع بحاجة إلى تعزيز الحاكم وأن حفظ كيان الأمة يتوقف على الملك أي الدولة القائمة غير أن مسألة العدل في الماضي كانت خاضعة للإمكانات الموضوعية محدودة بالنظر إلى تطبيقه على نطاق واسع حتى مع وجود حاكم تقي وعالم ورئ اشتان ما بين التصور المتالي لمسألة العدل وما كانت توفره الوسائل المتاحة في هذا الجانب للمسلمين وغيرهم ولكن التصورات تظل تنعيش الأمل في عودة نموذج تخيله البعض في أشخاص من أمثال الخليفة عمر رضي الله عنه الذي قيل له عديلت فنمت والذي ينسب إليه أنه قال لو أن شاتا هلكت على شت الفرات ضياعا لظننت أن الله محاسبي عليها إن الحديث عما كان العلماء من أياد ضيضاء على الأمة في القرون الأولى لعموم تاريخ الإسلام حديث لا يسمح الوقت ببسط أجزائه لذا يجملك ما صمنا أن نورد للإيضاح أمثلة مختصرة من عمل العلماء في تاريخ المملكة المغربية تلقى علماء المغرب علوم الإسلام كلها فأتقنوها وبلغوها وأبدعوا في جميع إصنافها ولكن نضطط طلاعهم بمسؤولية صيانة الموروط النبوي في هذا التغريل الغربي للإسلام جعل منهجهم عمليا ميدانيا أكثر مما كان نظريا سجاليا لقد عمل علماء المغرب على توحيد أمتهم على التباع السنة فضيقوا على الفرق غير السنية الوافدة التي حاولت في القرون الثلاثة الأولى إيجاد أرضية لها في المغرب فما لبتت أن ذابت وضمحلت ثم عملوا داخل المذهب السني على توحيد الممارسة العملية للدين في نطاق المذهب الإمام مالك ومن أوائل الإشارات اللطيفة التي تدل على تمتع العلماء الأوائل بالمكانة المرجعية لدى الناس في المغرب ما يذكر من أن أحد عمال المنصور بن أبي عامر صاحب الأندلس حين تغلب على فاس قال لأهلها خبروني عن أرضكم أفتحت صلحا أم عنوة فقالوا له لا جواب لنا حتى يحضر الشيخ يقصدون شيخ العلماء أبا جيدا فلما حضر سأله العامل فأجاب ليست بصرح ولا عنوة إنما أسلم أهلها فقال العامل خلصكم الرجل أي دافع عنكم وأنقذكم من الضرائب المترتبة على الأراضي المفتوحة بالقوة ثم إن العلماء الأوائل عملوا على استكمال إسلام المغرب فدام ذلك من بداية القرن الثاني إلى منتصف القرن الخامس كانوا من تلامد عبد الله بن سيسييت المصموض ومن تلامد بن أبي زيد القيرواني وكانوا يؤطرون قبائلهم وينطلقون للتضييق على خوارج برغواط المحتلين لسهول الشاوية قبل هذا الاسم من ربات سيدي شيكر في الجنوب ومن الربات الذي اعتصمه لعاصمة المملكة المغربية وبعد ذلك اهتم العلماء بأسيس دولة مركزية مستقلة في المغرب فكانوا إلى جانب الأشراف الأدارسة في تأسيس تلك الدولة تم اشتغلوا على تأسيس دولة مركزية أوسع منها وأقوى هي دولة المرابطين حتى إنها سميت بدولة الفقهاء لقوة نفودهم فيها ولكن علماء العهد المرابطي صاروا في تفكرهم فروعيين أكثر من لازم أي مبتعدين عن الأصول التي بمراجعتها يتأكد القرب من المعين النبوي المتجدد في الحكمة والمشاعر وبالرغم من هذه الجمود فإنهم أدوا خدمة سياسية جليلة للإسلام كان لها أحسن الآطار على ضفتي المغرب والأندلس كانت فكرة ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين فكرة إحيائية أراد بها إلغاء المسافة الباردة التي خلقها علماء الفروع مع المنابئ وإبطال هذه المسافة هو الكامن وراء تسمية دولته بدولة الموحدين وتطبيق سياسته المذهبية واضح في تبسيط تعليم الدين بالعربية والأمازيغية قد أمر عبد المومن خليفة بن تومرت أمر جماعة من المحدتين والفقهاء بجمع أحاديث من المصنفات العشرة والصهر على تحفيضها للخواص والعوام حتى لا يتركهم عرضة لخلافات العلماء إن الدولة الموحدية لم تضعف العلماء كما قد يتوهم البعض وإنما أضعفت سطوات التقليد عند العلماء وبذلك تهيأ فيها الجو ليظهر فيه كان فيها علماء جمعوا بين الفقه والحكمة مثل أبي الوليد بن الرشد وأبي باكر بن طفيل وعندما عاد العلماء في العهد المارين إلى المذهب السني المالكي بعد الظاهر في العهد الموحد بعدما عادوا إلى هذا المذهب بتقالده في احتضان كل الاجتهادات في التفسير إنما أرادوا أن يعيدوا سلطة الترات الفقه لتحل محل قبضة الدولة الصارمة كما كانت في عهد الموحدين إذ لو لا هذه القبضة لما تأتت مغامرة تفتح الباب للعوام لكي يتعاملوا مباشرة مع النصوص ودون ضمانات ثم إن علماء العصر الماريني كان لهم الحس الضروري للتركيز على الأولويات فاركزوا على أولوية كبرى هي تكوين أجيال من علماء في التعليم فاقتجاوبوا مع مشروع الدولة بهذا الصدد واحققوا الغاية التي من أجلها بونية المدارس المارينية الشهيرة بفاس وسلاوة غيرهما من المدن ومع اشتداد أزمة العصر الوطاسي واتضييق الأوروبيين على المغرب تجدد حس العلماء لكي يتجاوبوا مع التحديات فتنبهوا إلى المعين الذي ينبغي الاستمداد منه لتعبئة الناس من أجل المواجهة المطلوبة فحاولوا استثمار العاطفة الشعبية المبنية على التوحيد كما كان يتواجد على ذكر معانيه المتصوفة فإذا الغلبية العظمى من العلماء ينخرطون في شبكة العواطف الدينية التي اجددها صوفية القرين التاسع والعاشر وما أثمرته من حركية للتحرير الوطني والالتحام الجماهيري قد كانت لهذا التيار التوحيدي العاطفي تجليات عظيمة منها حمل الشرفاء الكرام إلى الحكم من جديد السعديين ثم العلويين وما نتج عن ذلك من إنقاذ وحدة الأرض ووحدة الدولة ومنها صيانة قسط وافر من ثقافة الشعبية بتخريجها تخريجا لا يتركها مرمى لسهام التهمة بالبدعة ومنها كذلك الاهتمام بنوازل البوادي ولقد تكرست مع مرور القرون عقيدة العلماء السياسية وهي ابنية على وجوب تقوية الدولة بمساندة إمارة المؤمنين صيانة لحياة الدين حتى يتأتى بقوة الدولة حصول اليقين الذي هو ضروري لصحة المعاملات الشرعية بين المسلمين بهذا الحس المرهف لعلماء المغربي في التجاوب مع تحديات العصر والمحيط تساوق عملهم المنسجم مع الدولة عبر القرون إلى أن انخرطوا في الحركة الدستورية الأولى في بداية القرن العشرين ولما أظلم ليلة الاستعمار أسس العلماء إلى جانب الملك محمد الخامس تغمضه الله برحمته النواة الصلبة الأولى للحركة الوطنية فإذا أراد الدارس أن يزن عمل علماء المغرب بميزان الوفاء لإرث الأنبياء وجد لهم المناقب الأربع الكبرى التالية أولا منقبة التبليغ والتعليم معززة بحفظ الأصول وتحفيظها ولا سيم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ثانيا منقبة تصحيح التوحيد وذلك بصيانة العقيدة والمذهب وعدم التضييق على الآفاق الوجدانية للناس حتى إن عددا منهم انخرطوا في حركة التصوف المبني على التزكية النبوية ثالثا منقبة النصيحة لعامة المسلمين بالإرشاد في شفقة كان من تجليها جهودهم في بناء قواعد العمل الفقهي لإعطاء صبغة الشرع لما لا يتنافع من الممارسات مع قواعد الشرع وأحكامه رابعا منقبة النصيحة للأئمة وهم الملوك والتعاون معهم في مناصب التعليم والفتوى والقضاء والحسبة من أجل إقامة العدل الذي هو كما رأينا المقصد الأسماء لرسالة النبوة وخلافة الإنسان في الأرض ثم إن علماء المغرب قد أكرمهم الله بأن جعلهم في تعاملهم مع دول متعاقبة واعين بالموقع السياسي الخطير لثغر الإسلام الغربي الذي يمتله المغرب أم الدولة من جهتها فإنها لم تكن تحرج العلماء لأنها لم تكن تلك الدولة السلطانية البنية على فرض الأمر الواقع كمصطلح عليها الماورد في أحكامه بل كانت بمختلف أسرها الحاكمة تعبيرا عن حركات نابعة من العمق كالأمواج تأتي تباعا من أعماق البحر الخضم الذي هو الأمة وتبعدها عن صفة التسلط عناصر نوجزها فيما يلي أولا أن مرجعيتها استمرت عبر التاريخ في البيعة التي يرعاها العلماء رعاية عقيدة ثانيا أن البيعة قائمة على أصل تعاقدي مع أطراف عديدة من المجتمع منهم العلماء ثالثا أن الدول المتعاقبة وارتت عددا من القواعد المرعية ضبطت سلوكها في التعامل رابعا أنها كانت تعترف حتى في حالة مطالبة الجنات بجواز اللجوء والاستحرام خامسا أن الممتلين المحليين للدولة كانت تختارهم الجماعة في غالب الأحيان ويكتفي السلطان بتزكيتهم سادسا أن الشؤون المحلية مطروكة في تدبيرها للجماعة التي تكفلها بالأعراف وبروح التضامن سابعا الاعتياد على احترام أحكام القضاء ثامنا استعادة أموال المستبدين من العمال عند عزلهم أو وفاتهم تاسعا استثبات الجانب العاطفي في العلاقة بين الرعية والسلطان من خلال الدعاء في خطبة الجمعة وعقب الصلوات وفي العياد والمواسم وفي كل المناسبات عاشرا كون فكرة المؤسسة السياسية في المغرب أي الدولة ليست اقتباسا فارسيا تيوقراطيا ولا رومانيا سياديا ولكنها في أصلها الأول تأسست حول المخزن أي تدبير الأمني والموضوعي لحصن القبيلة الذي به دخيرته المشتركة وعقودها وبعد أن الممنى برصيد علماء المغرب التريفي تدبير الإرت النبوي فلا بد أن نذكر أنهم قاموا بواجبهم هذا لا كأفراد عزل بل منتظمين في مشيخة عامة ومشيخات محلية كان لها في كل عصر رموزها من صدور الأعلام المنقرين المحتسبين الذين يفرضون بهيبتهم احترام الصنعة والمقام في آن واحد وإلى هذه المشيخة مشيخة العلماء المانعة لكل غوغائية فردية كان الناس يتوجهون ومعها كان الملوك يتعاملون فلها بلغة العصري صفة المؤسسة ومن المنطقي أن يصير إرت مؤسسة الأنبياء إلى مؤسسة أخرى هي مؤسسة العلماء ومن العكاسات الإيجابية لهذه الصفة ما تقتضيه من إضفاء الطابع الجماعي على الاجتهاد مولاي أمير المؤمنين إن مشيخة العلماء التي كانت يوم عزة المعارف المتصلة بالدين مصونة بالأعراف وضوابط الوقار يتهددها اليوم تضخم أصحاب هذه المعارف وليس كلهم من يحمل العلم بأدبه الموروط عن مصادره في حياة النبوة ولذلك أخذتم في تحصينها بالتأسيس الذي يضبطه القانون مع افتح آفاق رحبة لجميع العلماء الناصحين للقيام بمهمتهم في توافق مع مشيختهم المنضوية في المجالس العلمية والعلماء أولى بالتأسيس لأن المجتمع بحاجة إليهم ولأن الأمة بحاجة إليهم ولأن الدولة بالتبعية المجتمع والأمة بحاجة إليهم في مهمتهم التخليقية لا في أي مهمة تبريرية من قبيل ما ينسبه إليهم بعض الدارسين المحدتين الذي نراقب من خلال التاريخ حرج العلماء لضبع دي المستبدين من حكام المسلمين أما اليوم وقد انتصبت للعدل موازين يرعاها المجتمع بمؤسساته وطرعاها الدولة وتنميها بآليتها فإن انضمام العلماء إلى هذه السيرورة من أوكد الواجبات ثم إن العالم الذي يدعي الحق في الإرتي لا بد أن يتبت نسبه إلى مورته والجماعة وحدها يمكن أن تقوم بمثل هذا التأهيل تأهيل يزكيه القاضي وهو في هذا المقام أمير المؤمنين والعلماء في الحقيقة في مقامين مقام الورثة ومقام الأوصية لأن الإرث الذي يرعونه إرث متروك للأمة ولذلك في منحق الأمة أن تتق بأهلية من تودع عنده إرثها فلا تودعه إلا عند صاحب أهلية راشد غير سفيه ولا مجنون وإذا أساء التصرف أو طرأ عليه فسق أو ظهر منهما يفيد عداوة للمحجور عزيل ويستفاد من هذا التقرير أمران أولهما أن العالم الوارثة للعلم النبوي وارث لشيء هو للأمة لأن تبعات صريفه تقع عليها إن خيرا أو شرا وأن قاضها الأعظم وهو أمير المؤمنين هو المحتسب في أمر استحقاق هذا الإرث الذي يصير وصية تجري عليها أحكام الوصية الشرعية وهذا يترتب عنه أن صفة العالم مشروطة بأهليات أخرى غير التبريز في صناعة العلم هذا التبريز الذي يمكن أن يخول شهادة معلم دون أن يخول بالضرورة صفة عالم واشتان ما بين المؤلم والعالم يؤيد كل هذا الذي سقناه يا مولاي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين قد كان تنبه لمخاطر الجرعة على العلم النبوي بعض السلف الصالحين من أمثال محمد بن سيرين الذي قال رضي الله عنه إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عن من يأخذ دينه ولاش كأن الأمر يهم علوم الدين كلها ولا يقتصر على علم الحديث ثانيهما أن عداوة الوصيل المحزور التي تحدث عنها الفقهاء والتي قد تؤدي التهمة بالفسق يدخل فيها في الحالة التي نحن بصددها عدم احترام اختيارات الأمة مما يجب التهمة عند تنزيل رأي يراد تقصله في العلم النبوي هذا العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يساوم عليه ولكنه علم مقترن بحكمة التنزيل التي أصلها في مقاصد الشرع وفي أخلاق التيسير فالمسؤولية الكبرى للعلماء في الحاضر والمستقبل هي مسؤولية تنزيل النصوص على الواقع بمراعاة هذه المقاصد ومراعاة تلك الأخلاق وخيرة علماء هذه الأمة والحمد لله مثال للرشد الرباني وهم أو عن ناس بهذه الصفة لأنهم أهل الأسوة والاقتداء قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وكذلك العلماء من بعدين الأنبياء لا يدعون لطائفتهم ولا لأشخاصهم ولا ينافسون في حلبة الشهرة وإنما يهمهم أن تسود السكينة في الأمة بإرشادهم يريدون بذلك وجه الله ويتورعون لأن الأمة إنما تسترشد بهم بعد أن تقتنع بنمادجهم النيرا إن مؤسسة العلماء اليوم دعوة الاشتغال في ظروف جديدة تماما جدا تتميز بكون الأمة وضعت أسلوبا اختارته لممارسة الحسبة على نفسها وعلى حكامها في الأمور المتعلقة بالعدل ونقصد بهذه الأسلوب الديمقراطية التي هي صيغة محكمة حديثة مفصلة لتطبيق مبدأ الشورى صيغة تعامل كانت بشروطها متعدرة في القرون الماضية ولما كان هذا واختيار الأمة وكان العلماء علماء الأمة فإنهم مطالبون بالاندماج التام في مقتضيات هذا الاختيار والإقرار بطيب مكاسبه ومقاصده فالعلماء في هذا العصر في بلد اختارت ديمقراطية هم مواطنون كغيرهم المواطنين من حيث التمتع بالحقوق السياسية الشخصية ولكنهم عندما يترشحون أو يختارون للقيام بمهمة تدبير الإرت النبوي في جانب العلم وجانب الأسوة الحسنة فإنهم مؤتمنون على أمانة عظمى هي أمانة الدين الذي لا معنى بدونه لحياة المؤمنين إن قضية المعنى هي القضية الكبرى في الوجود ومن أجلها جاءت الأديان كلها وختمها بكماله ديننا الحنيف لقد عادت التواطر في المدة الأخيرة دراسات في فلسفة الإخلاق تنبه من جديد إلى أهمية المحتعان المعنى لتجنيب الإنسانية أزمة الاختناق الروحي وتواطرت دراسات تنبه إلى أن دارسي الفلسفة السياسية ربما باتر بعضهم فكرة الديمقراطية كما جاء بها منذرها الأوائل من أمثال أليكسيس دو توكفيل ذلك أن هؤلاء الرواد قد حذروا منذ البداية من مخاطر اختناق الديمقراطية إذا أدت ممارستها إلى إضعاف مصدرين أساسيين لانتعاشها وتهديبها وهما الدين والوطنية وهكذا فإن الدين يشمل في مقاصده مساعي الديمقراطية في العدل كما يشمل مساعي الوطنية في التعبئة فعمل العلماء وتنزيل فهمهم على متطلبات واقع الحال في تساوق مع اختيارات الأمة كفيل بأن يؤدي إلى الانسجام والاندماج في مستوى الضمير وفي مستوى الواقع المعيش وهم الذين هدوء الطيب من القول وهم الذين عهدناهم يفهمون عن الله ويقرؤون آياته في سجل التوحيد الذي لا تنفد عطاءاته وهم الذين عرفوا في كل منعرجات التاريخ كيف يستنبطون أحكاماً وقواعداً يتجنبون بها الاستضامة مع التاريخ وهم اليوم يعيشون تاريخاً غير مسبوق قادرون على أن يسهموا في بناء النموذج السياسي الذي تخططون له يا مولاي نموذج تتبدد به الحيرة وتنفرج به الغمة وتستمر به رعاية إرت الأنبياء في العلم والحكمة والتزكية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام على المقام العالي بالله والختم من سيدنا المصوري بالله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين